السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بمتابعين قناتي اطيب الوصفات مع نوفا شرفتوني ونورتوني لسه ما اشتركش في القناة يا ريتي اشترك وفعل جرس ولاقي وشير لكل متابعين القناة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الريد فيلفت اسهل وابسط طريقة بغمضة عين تعمليها فعلا جميلة جدا احضري الفيديو وحتلاقي حاجات جميلة جدا في الفيديو هنا معي خمس بيضات بحرارة المطبخ معي معلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة فانيليا معي كوباية لربع مية مية عادية خالص وكمان معي كوباية لربع زيت مكوناتها فعلا سهلة جدا وبسيطة وحتعملي اجمل واشيك في حياتك يعني حطيت الكوباية لربع زيت وحطيت هنا نص كيلو دقيقة لسبونج بتاع الريد بيلفت بنشتريه من مستلزمات الحلواني كل اللي هعمله هنا ان انا هضربه بالمضرب مدة الضرب من 10 ل 12 دقيقة علشان يرتفع معي الكيك لانه اصلا فيه كل المواد الرفعة بس هضربه من 10 ل 12 دقيقة لان سرعة المضرب عندي بتاخد الوقت ده اذا اسرع عنديك ممكن ترتفع معاك بكل سهولة وبسرعة هنا ارتفعت معي وخلاص خلصت انه اتضرب خلاص هنا معي صينية مقاس 24 ف 24 بس حطيت فيها ورق زبدة وبنزل الخليط عادي هنزل بكل الخليط لانه مزبوط على الصينية ديت بحطها على الرف اللي في النص في الفرن بس اخانه طبعا من قبلها على درجة حرارة 180 سمحوني انا التوقيت بصراحة نسيت التوقيت بس لحد ما شفتها من فوق استوت واختبرتها بالخلة شايفين شكلها ده بعد ما طلعت من الفرن واخدت معي 3 طبقات بس انا النهاردة ان شاء الله هعملها معاكم بطبقتين اتنين بس انا على فكرة اشتغلت بها على طول الكيكة طرية وجميلة جدا مش محتاجة اي اضافات دي الطبقة التالتة انا هسيبها على جنب عشان حوريكم هنعمل بها ايه دلوقتي انا هحشيها بس طبقتين اتنين نيجي بقى للشغل وانا بشتغل بالكيك دي صينية صغيرة اللي شفتوها ودي صينية اوسعة منها وبحط الكرتون اللي انا هشتغل عليه الكيك او الطبق اللي انا هشتغل عليه عشان يتساعدني في لف الكيك وانا بزينها يعني تساهل علي يعني مش هشتري قعدة دوارة لا ما تشتريش احنا بنقدر نعمل اي حاجة في البيت وبنتصرف الكيكة بسيطة ومش محتاجة ادوات خالص هنا معي جبنة كريمي الريد فيلفت بتحشي حشوة مختلفة غير الكيكات التانية جبنة كريمي والقابلة للدهن بس ما نجيبش اللي هي مطبوخة وشيدر والاشياء دي لا اللي هي العلبة اللي انتو شايفينها دي الشكل اللي انتو شايفينه العلبة دي وزنها 200 جرام بفضل علبة كلها انا هزود في الكريمة والجبنة في الكريمة في الحشو نفسه لاني انا عايزة طبقة الكريمة تكون زايدة جوة ريد فيلفت يعني انا عايزة زود حشوتها بصراحة غير الكيكات العادية تقدر تقليلي شوية من المقدار طيب انا مش عندي هنا دي 3 معالق سكر بس حطتهم على الجبنة عشان الجبنة مش مسكرة هضربها بالمضرب وهضيف الكريمة كريمة السائلة بتاعت الحلويات اللي بنشتريها من السوبر ماركت الكريمة طبعا عليها سكر اما الجبنة مش عليها فعشان كده ضفت لها بس 3 معالق سكر عشان تعادل الطعم طب انا مش عندي جبنة ومش عندي كريمة سائلة اعمل ايه تقدري تستبديليهم بكريمة الحلويات اللي هي البودر كريمة الخام حطي كبايتين على كبايتين مية كبايتين حليب بارد واضربيهم وحشيها بيها تقدري تحطيها من غير جبنة ممكن بس هي مميزة الريد فيلفت بالجبنة الكريمي وطعمها بيبقى حلوة اوي فيها هنا انا بس حطيت تلات تلات كبايات من جبنة من كريمة السائلة مع الجبنة اللي انا حطيتها ميتين جرام ملعبوها ميتين جرام فانا حطيتها بيها زي ما هي بضرب لحد ما يتضعف الكريمة وتتقل معي وتبقى جاهزة تقدري تحطيه كبايتين كريمة سائلة لو حبت جيبي مثلا مع العلبة الجبنة او كباية جبنة كريمي هتطلع معاكي المقدار كويس انا زودت لان انا عايز الحشوة تبقى زيادة وبالفعل فاضت معايا شوية منها انا محتاجها في حاجة تانية كده الكريمة جاهزة معايا هنا معايا قطاعة على شكل قلب ما احنا هنزين بطريقة بسيطة من غير ادوات زي ما احنا متفقين دايما هنا القطعة الاخرانية اللي قلتلكو التالتة دي اللي انا مش هستعملها هفرم منها وحاخد منها اشكال قلوب زي ما انتوا شايفين تقدروا ترسموه باديكو او بالسكينة لو مش متوفر عندكو الاطعاط اللي على شكل قلب عايزين نزين حاجة شكلها حلو ومش متوفر عندي الاطعاط تقدروا تعمليها بسكينة على شكل قلب كده وتقصيها هنا جبت الاعداء الكارتون اللي هحط عليها الكيك بس سبت تحتها بشوية كريمة حطيت اول طبقة من الكيك انا مش هشربها لانه ما شاء الله الكيك طرية وجميلة جدا هنا حطيت الكريمة اللي احنا عملناها في كيس التلاجة مش كيس حلواني وببتدي اوزع بالشكل ده زي ما حكيت انا عايزة الحشوة تبقى كمية حلوة برحتك ده شيء بيرجعلك هنا زودت شايفين الاداة دي مش هنستعمل هنستعمل الاسباتيو العادي اللي احنا بنستعملها في مطبخنا علشان الادوات اللي مش متوفرة عندنا نقدر نعمل ايه زي ما حكيت الكيك طرية جدا ومش محتاجة اي اضافات اذا ملاحظين ان هي فيها تفتحات كده لانه على فكرة انا يعني طبختها سوتها واشتغلت فيها هنا بقى هغلف كل الكيكة بالكريمة وهوريكو هنا شايفين غلفت الجوانب بالكيس برضو والسطح الكيك نفسه وبغلفها بالاسباتيولة زي ما انتوا شايفين المعلقة العادية سكينة تقدر تمشي اي حاجة علشان تكونوا ملاحظين ان احنا بنغلفها بالطريقة دي مش هنكون حرصين ان الجوانب تكون مظبوطة مية بالمية او بس السطح اللي انا عايزاي يفضل مظبوط اذا تحبت تزينيها بالطبقة الريد فلفت اللي احنا هنهريها مع بعض دي الطبقة اللي بقيت لما قصت القلوب فرمتها ناعم ممكن تغلف الكيكة من فوق والجوانب كلها بالطبقة دي بس انا عايزة اعمل شكل حلو زي ما قلت الجوانب مش شرط انها تكون مظبوط الكريمة عليها لان انا زي ما انتو شايفين كده بغطي الجوانب بالكيك اللي احنا فرمناه ومش مشكلة عندي السطح هو ده هو ده الشكل اللي انا عايزة اوصله طبعا بعيد عليه اذا حسيت انه مش متماسك شايفين هنا بتأكد انها مسكة في الكريمة ما تغطش قوي بس يعني اتأكد انها مسكت فيها كويس ده الشكل اللي انا عايزة اوصله هنا امع عادي او الفورمة العادية بتاعة الكريمة باقي شوية كريمة حطيتها في الكيس وبزين بيها بالشكل ده طبعا تقدري تعمليها في كيس برضو تلاجة عادي وتعمليها من غير الامع اللي عندك ده تعملي بس كور صغيرة كده من الكريمة عالجوانب عشان تصبط معاكي شكل الكيك وتديها شكل حل يعني انا دي متوفرة عندي فعملت بيها زي ما انتو شايفين كده شكلها جميل جدا بعد ما عملت الاشكال دي هوريكو دلوقتي جميلة جدا وبسيطة وسهلة فعلا كيكا تستاهل التجربة مش محتاجة اي ادوات وصعبة شايفين القلوب اللي احنا قصناها تزين بسيط جدا هتعملي بيها هتدي شكل مشرف وفي نفس الوقت هتتاكل طعمها جميل جدا ولذيذة جدا اتمنى تجربوها فعلا تستاهل التجربة شايفين القلوب ادت منظر جميل جدا للكيك اه هنا برضو باقي معي من القلوب دي هحطها في النص تدي شكل حلو بس عايزة احط لها كريمة وراها عشان تسندها تفضل مرتفعة شوية تدي شكل حلو طبعا زي ما قلت ما عندي كيش تبعة الكريمة دي القمع تقدري تعمليها بكيس عادي وتنزلي كويرات من الكريمة عليها هتدي شكل جميل جدا شكلها فضيع طبعا مش عشان عيد الحب احنا حياتنا كلها ان شاء الله يا رب دايما علينا وعلى امة محمد وعلى كل الحبايب الحب والسعادة بس يعني حبيت افرح البنات وافرح بيتي بحاجة بسيطة جدا وجميلة هنا عندي الكريسب اللي هو اللونه ابيض ما كانش متوفر احمر لو كان متوفر احمر هيبقى شكله جميل جدا بس ده شكل الكريسب الابيض فيه لمعة كده حلوة قوي حبيت اضيف الاضافة دي عشان تدي برضو شكل جميل تقدري تعمليها وتفرحي بيتك حاجة فعلا جميلة جدا ويعني طعمها لذيذ ان شاء الله الوصفة تعجبكو واتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة واسبكو تتفرجه على الجمال ده وباي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة